موسيقى برنطين اليون يعلن أن حوار جينيف سيستمر حتى الجمعة القادم وما يعرف بفجر ليبيا تقول أن موقفها من الحوار مبني على موقف المؤتمر الوطني العام المجلس الأعلى للدفاع يؤكد ضرورة أن يكون الحوار على أساس ثوابة ثورة السابعة عشر من فبراير والإعلان الدستوري ووفق خارطة طريق متفق عليها مسبقة ثمانية قتلى وعدد من الجرحى من القوات التابعة لما يعرف بفجر ليبيا عقب معارك عنيفة في محور العجلات نشرة تاسعة عبر شاشة ليبيا لكل الأحرار أهلا بكم أعلنت بعثة الأمم المتحدة بدء اجتماعات اليوم الثاني من الحوار بين الأطراف الليبية اليوم الخميس في مقر الأمم المتحدة في جينيف أضافت البعثة في تصريح المقتضب على موقعها الإلكتروني أنه كان واضحا في هذه الجلسات عزم المشاركين على ضمان نجاح الحوار حيث يتطلع الجميع إلى المزيد من المباحثات اليوم وكانت البعثة قد وصفت المحادثات التي بدأت أمس في جينيف بالبناء وبأنها غلبت عليها الأجواء الإيجابية وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا برنردين ليون قد أكد في مؤتمر صحفي في جينيف أمس أن جولة الحوار ستستمر حتى الجمعة القادم مبرزا أنها فرصة ثمينة وأخيرة لتسوية نزاع في ليبيا كم من الفرص والوقت سيستوجب لليبيا إذا أهدرت هذه الفرصة إنه من الصعب أن نقول ذلك ولكن الانطباع العام هو أن هذا البلد قريب جدا من الفوضى وإنه إذا تم إهدار هذه الفرصة فمن الصعب أن تتوفر فرصة أخرى لبدأ محادثات جديدة وأوضح ليون أن حوار جينيف الحالي ربما لا يجد مخرجا للأزمة في ليبيا لاتساع الهوة بين الفرقاء السياسيين مؤكدا في الوقت نفسه سعيه لتقديم مقترحات جديدة منها تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل جميع الليبيين قلت أن هذا المسار استغرق وقتا ولا ننتظر أن نجد مخرجا غدا أو بعد غد هناك فجوة بين الأطراف ولأصبحت معقدة أكثر فأكثر هناك مزيد من القتال للأرض لذلك فإننا سوف نبذل قصار جهدنا لتيسير هذه المحادثات ومساعدتهم للوصول إلى أرضية مشتركة لكن ذلك سوف لن يكون سهلا هناك هدفان أساسيان من الحوار وهو التوصل إلى التسوية السياسية تحظى بقبول الأغلبية وتشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل جميع الليبيين وقال ناطق باسم المؤتمر الوطني العام عمر أحمدان أن إيطاليا حثت المؤتمر على المشاركة في حوار جينيف والعمل على إنجاحه وأضف أحمدان لقناة ليبيا لكل الأحرار أن لقاءا جمعهم مع القائمة بأعمال السفارة الإيطالية في ليبيا تم خلاله إضاح موقف المؤتمر الوطني من الحوار المنعقد منذ أمس في جينيف هذا ويضم وفد المؤتمر الوطني المرشح للحوار كل من النائب الثاني صالح المخزوم والمتحدث باسم المؤتمر عمر أحمدان وعضوي المؤتمر محمد العماري ومحمد معزب انتقد مفتي ليبيا الشيخ صادق الغرياني ما وصفه بتعجل بعثة الأمم المتحدة في الإعلان عن حوار جينيف وذلك قبل الإعداد الناجح له وقبل توفر أدواته حسب قوله وفي مقال نشره موقعه الرسمي أشار المفتي إلى أن بعثة الأمم المتحدة أعلنت عن المحادثات بقرار أحادي وشدد المفتي على ضرورة أن يكون موقف الوسيط الراعي للحوار موقف العدل من الأطراف لا أن يرفض الاعتراف بحكم المؤسسة القضائية مذكرا كل المستهدفين بالحوار بأن المؤتمر الوطني قد صار بمقتضى الحكم الدستوري من المحكمة العليا ولي أمر شرعيا وحيدا في ليبيا حسب وصفه من جهة اعتبر نائب الأول لرئيس مجلس النواب المنحلم حمد شعيب أنه من الغباء أن يتمسك أي طرف الليبي بالسلاح واهما أنه سيكسب المعركة ضد الطرف الآخر وأكد شعيب في مقابلة صحفية مع موقع مرسلون أنه على الجميع اتخاذ قرار جريء لتجاوز الخلاف ووقف القتال قائلا أن التصعيد العسكرية في المنطقة الوسطى عمق الشرخ بين الطرفين وأنه أفسد كل محاولات الأطراف الرامية إلى إحلال السلم الأهلي هذا وأوضح شعيب أن مجلس النواب في جينيف يتفاوض على إنهاء مظاهر السلاح وعودة السلطة المركزية واحتكارها في البرلمان المنتخب حسب قوله وفي السياق نفسه أوضح الكاتب الصحفي عصام الزبير أن حل المشكلة من جذورها يبدأ بحوار جاد لا يجب التسرع فيه ولا يجوز تهديده بأنها آخر فرصة إذا ما فشل مؤتمر جينيف أنا أفترض أن الحوار يكون مؤسس على عملية حوار جاد يتجاه إلى حل المشكلة الليبية من جذوره ولا يمكن أن يتجاه الحوار إلى التسارع وتحديد موعد معين بحيث يتم الالتقاء فيه وحل هذه المشكلة وإذا لم تحل المشكلة فيلتج المجتمع الدولي بالتهديد على أن هذه آخر فرصة وإذا لم يتم ذلك فيتم الالتجاه إلى الدخول إلى مخاطر أو نفق مظلم هنا تضعك أمام موقف خطير جدا أن لم يدرس الموقف كما يفعل المؤتمر الوطني العام سندخل في نفق خطير جدا شدد المجلس الأعلى لدفاع على أن أي اتفاقية فردية تبرم مع أشخاص لا يمثلون إلا أنفسهم لن تكون ملزمة للدولة الليبية داعينا لا تراف إلى احترام سيادة الدولة الليبية المتمثلة في شرعية المؤتمر الوطني العام وحكومة الإنقاذ مؤكدا على ضرورة أن يكون الحوار على أساس ثوابة ثورة السابعة عشر من فبراير وأكد المجلس في بيان تلاه الناطق باسم محمد عبد الكافي قدرة قوات الجيش الليبي وكتائب الثوار على حسم المعركة إن الحوار يجب أن يكون على أساس الثوابت الوطنية لثورة السابعة عشر من فبراير والإعلان الدستوري ولا يمكن القبول بأعضاء وأعوان النظام السابق أو من هم مطلوبون للعدالة الليبية كأطراف في أي حوار ثالثا الحوار يجب أن يكون وفق رؤية واضحة وخارطة طريق متفق عليها مسبقا بين أطراف الحوار تحدد الهدف من الحوار ومكان عقاده ومن هم أطرافه وفي الشأن ذاته أكد الناطق باسم قوات ما يعرف بفجر ليبيا على لحويك أن موقفهم من الحوار في جينيف لم يتضح حتى الآن قال لحويك في تصريحه لقناة ليبيا لكل الأحرار إن موقفهم الثابتة للاعتراف بالحوار ومخرجاته مبني على موقف المؤتمر الوطني صاحب الشرعية في البلاد بعد حكم الدائرة الدستورية واضح الناطق باسم قوات ما يعرف بفجر ليبيا أن الحوار في جينيف سيعلق يوم الجمعة ويعاد عقاده الاثنين وحينها سيتضح موقفهم عقد أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي اجتماعا رباعيا صبح اليوم بالقاهرة مع كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الكويت الذي ترأس بلاده القمة العربية المقبلة ووزيري خارجية مصر والأردن ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الاجتماع تناول تنسيق المواقف العربية بشأن القضايا المطروحة على جدول أعمال لجنة مبادرة السلام العربية ومجلس الجامعة العربية خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا وضرورة وضع الحلول اللازمة للأزمة السياسية في البلاد حذرت الجزائر وفنزويلا مما وصفتاه التداعيات الخطيرة التي سيسببها تدخل أجنبي محتمل في الأزمة الليبية ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بيان مشترك صدر في ختم زيارة الرئيس الفنزويلا نوكولاس مادورو إلى الجزائر دعم البلدين للجهود المبذولة لتجنب ما وصفها كارثة جديدة ضد الشعب الليبي كما أكد البيان دعم فنزويلا لجهود الجزائر من أجل جمع الليبيين باستثناء المجموعات المصنفة على أنها إرهابية حسب البيان دعا رئيس المجلس الانتقالي الليبي سابقا مصطفى عبدالجليل جميع الأطراف إلى تقديم تنازلات لمنع فشل حوار جينيف وشدد عبدالجليل في تصريح لصحيفة الحياة اللندنية على ضرورة وقف القتال واعتذار أعضاء مجلس النواب المقاطعين عن غيابهم في مقابل أن يعيد المجلس النظر في قراراته السابقة التي وصفها بالمثيرة للجدل مستأنفا جلساته في بنغازي هذا وأكد عبدالجليل مشاركة المجلس الوطني الانتقالي في إدارة الحوار الليبي الذي دعت إليه الأمم المتحدة استجابة لحرص الجميعات العربية على أن يكون للمجلس الانتقالي حضور في مجريات هذا الحوار هذا وتنظر المجموعة الدولية إلى لقاء جينيف على أنه الفرصة الأخيرة للحسم أو لحسم الأزمة الليبية حيث تتالت المواقف الدولية التي تحث الأطراف الليبية على الجلوس لطاولة الحوار بإيجابية من أجل إنهاء الأزمة في البلاد تتالت ردود الأفعال الدولية مرحبة بمؤتمر جونيفا تحت رعاية الأمم المتحدة أملا في إنهاء الأزمة الليبية وتحقيق الوفاق بين مختلف الأطراف ودحت الممثلة السيمية لسياسات الخارجية والدفاعية بالاتحاد الأوروبية فريدريكا مورغينيا مختلف الأطراف لذرورة الالتحاق بحوار جينيفا معتبرة إياه الفرصة الأخيرة السانحة للتفاوض فيما رحبت الخارجية والفرنسية بنعقاد الحوار في جينيفا مثنية على جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة برنادينو ليون ودعت بريزا في بيان نشراه موقع الخارجية الفرنسية كل الشخصية المدعوة للحوار لمشاركة في المحادثات من أجل استعادة السلم والاستقرار وإعادة يطلق مصار الانتقال السياسي في ليبيا الموقف الجزائري أيضا لم يختلف فقد جاء على لسان وزير خارجيتها رمضان العمامرة إنها تأمل في أن تعمل جينيف على الجمعية لا على التفرق والإقصاء وعلى سعيد آخر قال وزير الخارجية تركي مولود جوش أغلو أن بلاده لا تساند أي من أطراف الصراع في ليبيا وإنها تبحث كيفية جمع هذه الأطراف على طاولة التفاوض واعتبر وزير الخارجية التركية أن الأوضاع في ليبيا تستوجب الحيادية وعدم التدخل سلبا من الخارج وبالأخص عسكريا قتل ثمانية وجرح عدد آخر من القوات التابعة لما يعرف بفجر ليبيا عقب معارك عنيفة في محور العجلات أمس وقال الناطق الرسمي باسم القوة الوطنية المتحركة صبح جمعة أن سبعة قتلى من صبراتا توف نتيجة سقوط قذيفة هاون على الموقع الذي كانوا يتمركزون به في محور جنوب العجلات فيما سقط الثامن نتيجة اشتباكات في منطقة العسة أشار جمعة إلى سقوط عدة جرح نقل إلى المستشفيات في الزوار وأكد عميد بلدية صبراتا حاتم الزواغي أن القتلى قضوا في مواجهة مسلحة مع قوات تتبع لما يعرف بجيش القبائل ما حدث بالأمس هناك شباب ينطون تحت رياسة الأركان بحكومة الإنقاذ الوطني للدفاع عن مدينة صبراتا للأسف لدينا مزارة لمواطنين زيبيين من مدينة صبراتا ليستطيعون الوصول إليها لوجود ما يعرف بجيش القبائل نحن نسعى إلى السلم نسعى إلى الحوار لأننا لن نقول أنهم هم أعداء نحن في الأخير الشركاء في الوطن هم في الواقع استشهد يوم أمس بالنسبة لصبراتا فبعا من إخيرة الشباب وفي العجلات قتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص وجرح خمسة آخرون نتيجة استهداف شخص لمحل ألعاب نارية ببندقية حربية في شارع النخيل وسط المدينة وقال عضو الغرفة الأمنية في العجلات الطاهر الغرابلي إن من القتل ثلاثة من عائلة واحدة فضلا عن الشخص الذي استهدف المحل مشيرا إلى أن الاستهداف جاء على خلفية مشكلات عائلية قصفت قوات مجلس الشورى مجاهدي درنة يوم أمس نقاط تفتيش وتمركزات تابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بصواريخ جراد بالقرب من استراحة نوار جنوب مدينة القبة وضح مصدر من المجلس أن عناصرهم تقدمت باتجاه بوابة نوار وقامت بتمشيط المنطقة دون وقوع اشتباكات الجدير بالذكر أن مجلس شورى مجاهدي درنة وسعى مربع سيطرته على المحورين الجنوب والغربي بعد إعلانه في وقت سابق سيطرته على بوابة الحيلة وطريق وادي بضحاك إلى بنغازي حيث أكد القائد الميداني بمجلس شورى ثوار المدينة أحمد العقيل أن بنغازي تشهد اليوم استقرارا وهدوءا حذرا أضاف العقيل أن منطقة الصابر التي تسيطر عليها قوات شورى الثوار تعرضت أمس لقصف مكثف بالأسلحة الثقيلة من قبل قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر وشهدت منطقة الليثي أيضا اشتباكات متقطعة بمختلف أنواع الأسلحة بين قوات شورى الثوار من جهة وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر من جهة أخرى التاسعة متواصلة وفيها بعد الفاصل نالوت تعاني من نقص في الوقود والسيولة وانقطاع في شبكة الاتصالات والإنترنت منذ ثلاثة أشهر ونصف برنردين اليون يعلن أن حوار جينيف سيستمر حتى الجمعة القادم وما يعرف بفجل ليبيا تقول أن موقفها من الحوار مبني على موقف المؤتمر الوطني العام المجلس الأعلى للدفاع يؤكد ضرورة أن يكون الحوار على أساس ثوابت ثورة السابعة عشر من فبراير والإعلان الدستوري ووفق خارطة طريق متفق عليها مسبقة ثمانية قتلى وعدد من الجرحى من القوات التابعة لما يعرف بفجل ليبيا عقب معارك عنيفة في محور العجلات أهلا بكم مجددا أطلق مجهولون النار على نائب رئيس المجلس المحلي بسرط علي الأسود في محاولة لاغتياله مساء أمس ثم لاذوا بالفرار وقال عضو المجلس المحلي بسرط مخلوف عكاشة لقناة ليبيا لكل الأحرار إن الأسود في صحة جيدة الآن مشيرا إلى أن محلي سرط يدين بشدة هذه الأفعال التي تطال القيادات الإدارية التي تعمل لخدمة أهالي المدينة كما طالب المجلس المحلي بسرط بفتح تحقيق في محاولة الاغتيال والكشف عن الجنات وإحالتهم للعدالة عقدت لجنة المالية بالمؤتمر الوطني العام اجتماعها العادية الرابع لبحث الوضع المالي للبلاد وآثاره على توفر السلع والخدمات وصرح نائب رئيس اللجنة المالية سعد بن شرادا لقناة ليبيا لكل الأحرار أن اللجنة قررت الاجتماع الاثنين المقبل بممثلين عن وزارة الاقتصاد ومسؤولين بصندوق موازنة الأسعار وذلك لبحث سبل التحكم في الأسعار ورفع الدعم عن بعض المواد الأساسية ووضح بن شرادا أن إجراءات تقشفية جزئية قد تتخذ للمحافظة على ميزانية الدولة للسنة الحالية في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد ووسط عدم تدفق النفط الليبي إلى السوق العالمية قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية سميرة الفرجاني لقناة ليبيا لكل الأحرار أن مصرف ليبيا المركزي سيل 120 مليون دينار للوزارة وذلك لصرف المرتبات والمستحقات المتعلقة بمواطني صندوق التضامن الاجتماعي جاء ذلك في اجتماع ضم لجنة الشؤون الاجتماعية المكلفة من المؤتمر الوطني ووزيرة الشؤون الاجتماعية لتدارس وضع خطة عمل للعام 2015 أضافت الفرجاني أن الاجتماع ناقش الصعاب التي تمر بها الوزارة لتذليلها وعلى رأسها صرف الميزانية المتبقية وتقدر بـ 117 مليون دينار لعام 2014 أصدر مصرف ليبيا المركزي توضيحا يحدد بموجبه سقف عمليات السحب اليومي والأسبوعي والشهري عن طريق البطاقات المصرفية الإلكترونية ونص التوضيح على تحديد مبلغ 50 دولارا أمريكيا أو ما يعادله من العمولات الأجنبية كسقف يومي للسحب النقدي من خلال نقاط البيع وبين التوضيح أنه يسمح لحامل البطاقة تسديد قيمة أي مشتريات أو فواتير بما لا يتجاوز الرصيد الفعلية للبطاقة مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تشمل أيضا عملية الشراء التي تتم عن طريق شبكة المعلومات الدولية أعلنت الخطوط الجوية الأفريقية عودة تسير رحلاتها مباشرة إلى ديسلدورف في ألمانيا اعتبارا من الأسبوع القادم وأكد ناطق رسمي باسم الخطوط الأفريقية مازين عبد العال لقناة ليبيا لكل الأحرار أن رحلات ستستأنف بواقع رحلة أسبوعية على أن تتضاعف في الأيام القادمة ووضح عبد العال أن الخطوط الأفريقية استأجرت طائرتين من جورجيا لنقل المسافرين إلى ألمانيا وذلك بسبب الحضر الجوي داخل الأجواء الأوروبية على مختلف شركات الطيران الليبي وكان الناطق الإعلامي باسم الخطوط الأفريقية مازين عبد العال قال خلال نشرة سابقة أن سبب توقف الرحلات إلى الدول غير الأوروبية مؤخرا غالبا ما يكون لدواعا سياسية حسب قوله بالنسبة للمحطات الموقوفة سابقا والتي ستتعادل تشغيل إليها إن شاء الله بداية ستكون مندز الدورفي عون الله بواقع رحلة واحدة ستكون إن شاء الله كل ثبت من كل أسبوع على أن يتم مضاعفة التشغيل في حال زيادة الطلب على الخط على أقصى تقدير خلال الأيام الأولى من شهر فبراير أو نهاية يناير العودة إلى التشغيل لروما بالنسبة للمحطات الأخرى نحن مازلنا في ساعي حسب الظروف الحالية الموجودة في البلاد قد يتأخر التشغيل لبعض الدول الأوروبية الأخرى ستكون من ضمنها إن شاء الله محطة باريس هذه من ضمن استراتيجيات الشركة نحو الفضاء الأوروبي عقد على مدار يومين بمدينة نالوت اجتماع انضم مجالس شورى جميع مناطق أمازيغ جبل نفوسة واتفق على عدة نقاط منها تشكيل تجمع مجالس شورى أمازيغ جبل نفوسة وقال رئيس المجلس البلد نالوت عاد العسكر إن هذا التجمع يهدف إلى المحافظة على السلم والأمن واللحمة الوطنية لمدن الجبل وأضف عسكر أنه شكلت لجنة حوار لفتح الطريق بين نالوت وغريان ولجنة تنسيق أمني فضلا عن لجنة حوار سياسي للإسهام بشكل فعال في حل المشاكل التي تتعرض لها مدن الجبل ونبقى في نالوت حيث تعيش المدينة منذ ثلاثة أشهر ونصف شللا شبه تام مع نقص في المواد الأساسية والوقود والسيولة وانقطاع في شبكة الاتصالات والإنترنت وأكد عضو المجلس البلدي في نالوت محمد الخمايسي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن المدينة تشهد حصارا كاملا بسبب عدم وصول الإمدادات لها عبر المدن المجاورة وأرجع الخمايسي ذلك إلى رفض أهالي المدينة الدخولة في المواجهات الدائرة ضد مدينة الزنتان حسب قوله في غريان عقد اليوم الاجتماع الثاني لعمداء البلديات بمشاركة خمس عشر بلدية وناقش الاجتماع أوضاع البلديات في ظل الظروف الراهنة إضافة إلى موضوع الحوار الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وقال مدير مكتب الإعلام بالمجلس البلدي في غريان شكر بلاح إن أغلب العمداء الحاضرين للاجتماع طالبوا بنقل اختصاصات الوزرات لعمداء البلديات كما أكدوا على ضرورة الإسراع في تشكيل المجلس الأعلى للبلديات دانت وزارة الصحة بحكومة الأزمة اختطاف الطاقم الطبي الخاص بقسم غسيل الكلة بمركز طبرق الطبي في منطقة الهواري ببنغازي ودعت الوزارة في بيان لها الجهة الخاطفة إلى الإفراج فورا عن المختطفين وإعادتهم لتأدية واجبهم خاصة في هذه الظروف التي تمر بها البلاد والآن إلى جديد الصفحة الرياضية وقعت إدارة نادي الاتحاد مع الحارس الدولي للمنتخب الوطني وفريق المدينة خالد الورفلي عقد إعارة لمدة ستة أشهر وسيلتحق الورفلي بتدريبات الفريق مطلع الأسبوع المقبل يذكر أن نادي الاتحاد أجرى عددا من التعاقدات وذلك استعدادا للمشاركة في كأس الاتحاد الإفريقي وسيواجه الفريق أليكت سبورت تشادي في منتصف فبراير القادم بتونس في اتصال هاتفي مع قناة ليبيا لكل الأحرار أكد لعب فريق بريشيا الإيتالي أحمد بن علي نيته مغادرة الفريق باتجاه البطولة الفرنسية أو الإنجليزية وعبر بن علي عن فخره واعتزازه من تمائه إلى ليبيا في الوقت الراهن الوضع المادي حساس لفريق بريشيا الإيطالي والمؤكد أنني سأغادر الفريق والواجهة لم تحدد إلى الآن فوكيل أعمالي بصدد إجراء اتصالات عديدة مع فرق من إيطاليا وفرنسا وإنجلترا أنا فخور من تمائي إلى ليبيا وأسعى إلى جعل الناس يفكرون بطريقة إيجابية عن ليبيا بسبب كثرة الأنباء السيئة المتداولة وأعمل على حسن تمتيل ليبيا في الخارج وأنا دائما فخور بأنني ليبيا على إيقاعات النغم الرسمي للمونديال افتتحت في العاصمة القطرية الدوحة النسخة الرابعة والعشرون من بطولة كأس العالم لكرة اليد 2015 بحفل فني مبهر بمشاركة 24 منتخبا هذا وشهدت سالة لسيلة الدولية مراسم حفل فني عالمي معبر مزج بين الماضي والحاضر بتشسيد العديد من اللوحات الفنية التي تؤكد المكانة المرموقة التي أصبحت قطر تحتلها في استضافة العديد من البطولات الرياضية العالمية هذا ويتواصل مونديال كرة اليد إلى غاية الأول من فبراير المقبل تأهل إسبانيول برشلون إلى دور الثمانية من كأس ملك إسبانيا بتفوقه بثلاثة أهداف مقابل هدفين على فالنسيا في مجموع مباراتي الذهب والإياب بعدما لعب الفريق الزائر بعشرة لعبين منذ الدقيقة الرابعة عشرة من المبارات بسبب طرد لعبه الألماني شكوردان مصطفي وكان إسبانيول تغلب على فالنسيا بهدفين للصفر بفضل مهاجمه الإكوادوري فليبي كايسيدو الذي سجل هدفين في الدقيقة التاسعة والسبعين والتاسعة والثمانين تسارعت ويتيرة الاستعدادات في غينيا الاستوائية لاحتضان فعاليات النسخة الثلاثين من منافسات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم لعام 2015 والتي ستنطلق فعالياتها السبت القادم في مدينة باتا بلقاء منتخب غينيا الاستوائية مع نظيره الكنجولي في المبارات الافتتاحية للبطولة كأس الأمم الإفريقية خال من الإيبولا هذا هو الشعار التوجهي الذي غطى الواجهات وملاعب البطولة في مدينة باتا السحرية إذ أكد مسؤول غينيا الاستوائية أن كل اللاعبين والزائرين سيخضعون لفحوصات طبية كإجراء احترازي النشر انتهت وإليكم العنوين برناردين اليون يعلن أن حوار جينيف سيستمر حتى الجمعة القادم وما يعرف بفجر ليبيا تقول أن موقفها من الحوار مبني على موقف المؤتمر الوطني العام المجلس الأعلى للدفاع يؤكد ضرورة أن يكون الحوار على أساس ثوابت ثورة السابعة عشر من فبراير والإعلان الدستوري ووفق خارطة طريق متفق عليها مسبقا ثمانية قتلى وعدد من الجرحى من القوات التابعة لما يعرف بفجر ليبيا عقب معارك عنيفة في محور العجلات شكرا لكم على كرم وطيب المتابعة دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة